ربما لا يكاد يومر عام على مصر إلا ونسمع عن حادث في السكك الحديدية حادث قطارات يودي بحياة الكثيرين إضافة إلى تسبوب بخسائر مادية ترهق الاقتصاد المصري خط السكك الحديدية وهذا المشروع الهام جدا كانت مصرية الرائدة فيه قبل قرابة 170 عاما الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط والثانية عالميا بعد المملكة المتحدة بعد حادث الأخير والذي كان في صعيد مصر والذي تسبب بوفاة أكثر من 32 شخصا وإصابة 161 بحسب التقديرات الأخيرة هذا الحادث حدث تصادم قطارين في منطقة سهاج في مصر يعد من الحوادث التي تضع دائما إشارات واضحة حول ضرورة تدخل الحكومة السريع من أجل تطوير وتحديث هذه الشبكة هذا يذكرنا أيضا بأبرز الحوادث لقطارات في مصر آخرها كان في فبراير 2019 حيث اصطدم قطار في محطة مصر وأدى إلى وفاة 22 شخصا أهمية هذا الحادث تبرز في أنه اضطر وزير النقل لتقديم استقالته على خلفية تكرار أيضا الحوادث حوادث السكك الحديدية وعدم الإمكانية بمتابعة تطوير هذه الشبكة نلقي نظرة على تاريخ السكك الحديدية في مصر ومشهد الحوادث الأخير في هذا القطاع بين العام 2003 و2017 سجلت مصر نحو 16 ألف حادث فقط في السكك الحديدية في 2002 تقريبا أيضا كان لدينا حادث كبير جدا حادث العياط والذي أدى إلى وفاة المئات في 2009 كان هذا العام هو أكثر الأعوام في مصر الذي كان قد سجل أكبر عدد من حوادث القطارات إذ بلغت 1577 حادثا ما هو متوصل معدل حوادث القطارات لعدد السكان الكل إذا ما افترضنا أن عدد سكان مصر تقريبا مئة مليون نسمة نحن نتحدث عن 0.1% لكل ألف شخص وهو يعد معدل عالمي وخاصة في ظل المطالبات في الشارع المصري بضرورة تطوير هذه الشبكة تاريخ هذه السككة الحديدية طولها تقريبا يصل إلى 10 ألاف كيلومتر وتخدم 23 محافظة تنقل سنويا 420 مليون راكب يعني تقريبا الخطوط عندما تتعطل وخاصة بعد الحادث الأخير يمكن أن نتحدث عن مليون شخص في مصر تتعطل أيضا حركتهم عدد عربات القطارات تصل إلى 3040 عربة أنشأت السكة الحديدية في مصر عام 1854 وكانت قامت بتسير أول قاطرة أذكر من جديد كانت هي الثانية عالميا بعد المملكة المتحدة والأولى في إفريقيا وشرق الأوسط الخطط التي وضعتها الحكومة حتى تقوم بتقليل أعداد الحوادث وتطوير هذه الشبكة وتحديث لها تم رصد 225 مليار جنيه للتطوير 48 مليار لتطوير العربات و23 مليار ونصف مليار جنيه للتطوير السكك 27 مليار جنيه لفحص السكة والآلات الجديدة نحتاج أيضا للحديث أكثر عن تطوير الكفاءات التي تقوم بتشغيل هذه السكك الحديدية ترجمة نانسي قنقر